موسيقى عودي لكم عزيزينا المشاهدين بفقرتنا الختمية لليوم الثالثة وأكيد من واقع ما نعيشه اليوم ومن الشعار اللي اتخذ لمكافحة الفساد كيف بنا فعلا نحول إلى خطة عملية إلى وجود استراتيجي لمكافحة هذا الفساد الناخر في كل القطاعات في كل المؤسسات وأيضا كيف ممكن من خلال الأدوات القانونية من خلال القوانين الموجودة أو من خلال اقتراحات القوانين والمشاريع اللي هي بعد قيد البحث والتداول والدراسة بالمجلس النيابي أن نكون عم نبادر إلى تجسيد وإلى تفعيل كل هذه القوانين المقرة والتي تضمن هذه المكافحة للفساد بشرفني وبسألني أن نكون عم بستضيف ضمن هذه الفقرة المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لفساد الأستاذ جوليان كورسون صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا فيك أهلا فيك جوليان هيكي لما نفوت تغرب بالفساد وبهالشعار اللي أنتو لافساد فهالجمعية اللي عم تسعى وتبادر إلى تعزيز الشفافية إذا بدنا نرجع اليوم لهالواقع واللي هو أساسه خلينا نقول هو هالفساد المستشري وغياب مفهوم الرقابة والمحاسبة عن خلينا نقول الثقافة اليوم بالمجتمع بالمجتمع اليوم لافساد شو بتطمن المواطن؟ شو ممكن تقول للمواطن فعلاً أنه فيه أدوات قانونية اليوم ممكن يعتمد عليها لا يقدر يكون عم بيقدم دعوة عم بيجابي عم بيقدم شكوى ضد كل الفساد اللي عم بيشوفه؟ بصراحة رح ابني على كلمة تفضلت فيها روي هي تطمن المواطن رح كون كتير شفاف وصريح والما فيه تطمنه بشكل كامل بطبيعة الحال بس فينا نقول أنه فيه بعض الأدوات الممكن نستعملها بس هي ما بتطمن على الآخر ولو بتطمن على الآخر يمكن ما منشوف كل هالناس اليوم بطرقات وكان يمكن وضع المستشري للفساد بيكون مختلفة على اليوم يمكن أول هيك قانون ممكن نفكر فيه هو قانون الحق في الوصول إلى المعلومات هالقانون صوت على البرلمان اللبناني بشباط 2017 رح أعطيك شوي شو ممكن يعطي حقوق للمواطنين وعلى أساسها كيف ممكن يستعملوا على حقوق لمكافحة الحساد اليوم عبر هذا القانون كل مؤسسات الدولة وعم نحكي المؤسسات بالمعنى الواسع يعني من وزارات لبلديات لهيئات حتى بتوصل للشركات اللي هي مستلمة مرفق عام مثل 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 كطاع الاتصالات أو المرفق وكل الشركات عم تشتغل بهذا الإطار ملزمة على سبيل المثال تنشر كل العقود اللي بتعملها لقيمتها فوق 5 مليون ليرة هيده شغلة إيجابية واحد ممكن ينظر له ويقدر يرائب عمل الدولة بهذا الإطار حقوق إضافية ممكن يحصل عليها المواطن والمواطنة بهذا الإطار كمانا كل مثلا القوانين والمرسيم مفروض تنشر ومفروض ينشر ليش نحن عنا هذا القانون وليش أطلقنا هذا المرسوم كأسباب موجبة الأسباب الموجبة صحيح وكل الأرارات اللي تطلع من الإدارة اعتبر اليوم أنت نزلت على وزارة المالية لك تدفع مكلف بدفع ضريبة ما فيه أرارات أو أوقات تطلع عن الوزارة أو عن الأقسام بالوزارة يعني شرح مؤيلات تسهل هالمعاملات مفروض كمانا تنشر المواطن كمانا فيه هو يطلب يحصل على معلومة من الإدارة يمكن فيه بعض الإسسناءات بس أنه بشكل عام يعني القانون مغطى كثير من الأمور وبالتالي حيلا معلومة المواطن حقه أنه يحصل عليها يقدم طلب رسمي لهذه الإدارة ويعني يتابع هذا الموضوع هلأ ما بيخفي عليك فيه تحدي على هذا الصعيد من وقت ما تم إصدار القانون مش كل المؤسسات عم تقبل أنه تطبق هذا القانون تحت بعض الضرائع اللي منه أنه هالقانون بعد ما قاله مرسوم تنفيذة بس هيدا شي بعارض روحية القانون القانون كتير واضح بهذا الموضوع أنه لا هذا القانون منه بحاجة إلى مرسوم ليصير نافذ ونافذ فور صدوره بشكل كتير صريح بالنص يعني فينا نقول اليوم الركيزي الأساسي لأي مواطن أنه يكون من خلال الحق بالوصول إلى المعلومات عم يستند إلى أرقام إلى معلومات إلى مباعر في دفعات الشروط إلى كل هالمواضيع اللي يقدر يكون عم يبني على أساس صلب بأي شكوى بأي دعوة بأي مطالبة ممكن أنه يكون عم بيطالب لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد إلى جانب هالقانون شوف يعني نحن بنعرف من التسعة وتسعين في قانون مين قانون يعني الإسراء غير المشروع داي بيدخل كمان بهالقصص اللي فعلا ممكن أنه يكون عم يبني عليها قانون من أنا لك هذا من أين لك هذا الله يرحمه العميد ريمون قدي هو اللي يعني بالخمسينات اشتغل ليصير عنا هيدا القانون وتم تعديله بالأسعمية وتسعة وتسعين للأسف تم تعديله بطريقة وهون يعني رح أرجع لرئيس المجلس الدستوري القاضي عيسام سلامين بقول بمقابلة بجريت النهار إذا مش غلطان بشباط 2017 كمان بقول هذا القانون تعدل بطريقة لحتى ما يتنفذ للأسف الشديد رح يحكي بشكل عام عن شو بيحكي اليوم هو مضبوط الإطراء الغير مشروع وإشهار الذمة المالية هذا اسمه هون فيه قسمين فيه كتير إشهار الذمة المالية نعم نعم يعني اليوم كلنا بنعرف لما مثلا وزيري تعين كلنا بنشوفها على الشاشات التلفزة بروح عند رئيس سلامين بيسلمه مغلف مسكر مخطوم لا يحطه بالخزنة ويرجع بالخزنة بينقل على خزنة أكبر بمصرف لبنان من أول ما صار فيه هذا القانون يعني من الخمسينات في عنا اليوم أكتر من سبعين ألف مغلف أبيض بمصرف لبنان منه مفتوح مسكرين مسكرين إطار ما قضائي عم بيسير بس أنا وياك إذا هلأ بدنا نعد عدد المراتي اللي صار هيدا الشي بعتقد منا بحاجة لشخصين يعني شخص واحد وإيد واحدة حتى مش إيدتان وبالتالي فيه نقطة ضعف بتنفيذ ومرتبتة أكتر يمكن بدعف جسم القضائي بس حتى رح اعتبر أنا عندي نظام قضائي غير منحاز ومستقل بشكل عام القانون بحد ذاته صعب بالتنفيذ رح أعطي مثال تاني على هيدا الشي إذا أنا اليوم يعني عندي بدي أقدم دعوة على شخص ما بالدولة اللبنانية أول شي بدي أدفع داب بوزيت 25 مليون ليرة وفي حال خسرت هون يعني الخبر اللي هيك الأقسى في حوالها 200 مليون ليرة على قل بدي أدفعها وكل مصاريف طبعا يعني المحاكمة بالإضافة للسجن يعني بس يعني خلا إذا بننزل نسأل مين عنده جرأة إنه يعمل هيدا الشي إذا بدي فوت بملاف مش قصة بس جرأة يعني ما في ثقة إنه نقدم نوصل للنتيجة فينا نقدم إخبار يعني كمان عبر هيدا يتقدم إخبار بس هون بنرجع لقصة قداش القضاء اليوم قادر يتحرك بشكل صحيح بهذا الإطار بدي أقول عن إشارة ضم المالية إنه اليوم مظبوط لأنه نتعدل بتسعة وتسعين ولكن من ألفين وتسعة فيه شغل على تعديله لهذا الإنون ونحن اليوم بالألفين ونصرنا عاش سنين وهذا كمان مؤشر إضافي على قداش كان البرلمان اللبناني أو المؤسسات بشكل عام باللبنان جدية مكافحة الفساد بالتسعة بالألفين وتسعة لبنان مضي على ونضم لأتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يلي يعني ببونه تحكي عن موضوع الإثراء الغير مشروع وتعطي لكل بلد إطار تقدير يعني تحط سياسة تجاه هذا الموضوع وعلى هذا الأساس بلش العمل على صعيد مجلس نيابة تقدم اكتراح تعديل القانون نشغل على صعيد لجنة الإدارة والعدل نعمل لجنة مصغرة لجعلت رفع التقرير ونطلع الإنون من لجنة الإدارة والعدل وهلأ حالياً هو موجود على صعيد لجنة المال موازن من حوارها من سنتين تقريباً سنتين تلاتة 2016-2017 هذا مدخل أساسي اليوم في حال دولة اللبنانية جدية بمكافحة الفساد وفعلاً عبلها تستجيب لمطالب الناس اللي هي بالطرقات صار لشهر فيها بشكل كتير سريع على صعيد الليجين لأنه إذا اعتبرنا اليوم في نقاش على صعيد بموضوع إذا فيه اجتمع مجلس نواب أو لا إذا فيه يعني تشريع الضرورة أو لا على قليلة على صعيد الليجين فيها تشتغل تستمر بالحوار وتكفي بالنقاش الجدية على موضوع تعديل قانون الإطراء الغير مشروع والإطراء وإشارة دمة المالية بطريقة يأمن شفافية أكتر ويأمن يعني نخفف ونوقف تضارب المصالح وبطريقة طبعاً نمنع الإطراء الغير مشروع نعم وهون ليش مهم هذا القانون إذا بدي بسط شوية الفكرة الفساد ينوجد وينما بده عتمة العتمة بينما قد ما بدك هلأ اليوم إذا تنقطع الكهرباء نحن موجودين يعني ممكن الوضع رح يصير أصعب علينا إذا فيضاء رح نقدر نقشع بعض أكتر نفس الشي للمشاهدين اللي عم بيحضرونا الشفافية وكانون الإطراء الغير مشروع والحق في الوصول إلى المعلومات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في عدة قوانين أو مشاريع قوانين بتخلي أنه يصير في عنا ضوء أكتر وهون أهمية هالكوانين أنه تكون موجودة وفعالة أهم شي نعم يعني اليوم من أحدى أيضا المطالب اللي عم بتطالبوا فيها كجمعية وهيك بهالقائمة اللي وضعتوها بكل هالمطالبات واللي يمكن هلأ رح نشوفها كمان على الشاشة بهاللي حضرتوه اليوم كمان يعني تفعيل أجهزة الرقابة وخصوصا دوان المحاسبة والتفتيش المركزي اليوم شو المطلوب يعني هلأ هن اليوم سلطة قضائية اليوم عم تنظر ببعض الملفات ويمكن شفنا هلأ صار فيه تحرك تحريك لبعض الملفات ما بعرف اللي ممكن كانت بالجرور بس اليوم يعني شو المطلوب قديش نقدر يعني مواكبة مع أنون تعزيز استقلالية القضاء نقدر فعلا أنه الهدف دائما السلطة القضائية تكون هي المحاسب إن كانت تفتيش المركزة أو دون المحاسبة أو بشكل عام لنظام القضائي هنه مدميك أساسي يعني حتى لو عنا أحسن قنون وأحلى قنون وكل المواد جيدة يعني بتتناسب مع الممارسات الدولية والمعادات الدولية اللي مضي عليها لبنان إذا عنا قويني بس ما عنا مؤسسات تقدير تصهر على حسن تنفيذ هذه الكوايين مننا كمان المجلس النيابي لأن عنده كمان هيدا المسؤولية وشفنا هالقائمة كمان هلأ للمجلس النياب اللي حطينا صحيح صحيح فيه شغل كتير لهالمؤسسات أوه شي بحاجة لدعم خلينا نقول تقنيه على صعيد موارد البشرية يعني بعطيك على سبيل المثال تفتيش المركز اليوم ما عنده العديد كفاية لا يقدر يعمل بشغله هلأ مش معناه تأثير عنا العديد كفاية هيدا رح تحل المشكلة هيدا جزء من الحال جزء الأهم أنه فعلا نقدر نخلي نعطي هالمساحة إن كان قانونيا أو بالممارسة لبتفتيش في المركزة أو لتقارير دوان المحاسرة بتصدر سنويا أو لجسم القضائي بشكل عام تقدر تشتغل شغلة إذا مش عم تقدر تشتغل شغلة بشكل مستقل وغير منحاز وعم تشتغل بطريقة مهنية لحنا عنا ملء ثقة إنه ما بينقصنا كوادر بشرية يعني اللبنانيين بشكل عام واللبنيات عندهم ما يكفي ما الخبرة والمعلومات ويمكن مستوى تعليم عام بس بش مكان الملائم يمكن يمكن هي بمكان ملائم بس مش عم تقدر يعني تقدر تستثمر يعني تقدر فعلا تحط هالشي هالمعطيات اللي عنديها لتشتغل مزبوط في جزء من يعني موضوع إذا بد يكون موضوعي يجب تدعيم هيدا المؤسسات بس بنفس الوقت كمان بنكون أكيدين أنه رح يقدر يشتغلوا بشكل كتير مزبوط هون أهمية يعني نقطتين ممكن مش رح فوت فيهم بركي هلأ بالتفصيل إذا بنحكي عنهم بعد شوية موضوع مشوع قانون استقلالية القضاء أو كمان الهيئة الوطنية لمقافحة الفسادية اللي هن اليوم إن كان الهيئة الوطنية لازم يتسوت على الإنون لكن بطريقة تعزز استقلاليته يعني أنه اليوم في نقاش كتير كبير على هذا الموضوع ما ببشر كتير بالخير أو قانون استقلالية القضاء وتعزيز الشفافية فيه خلص اليوم لازم نوصل لمطرح القضاء هن ينتخبوا بعض لا يستلموا المراكز اللي إلي علاقة بالجسم القضاء هذا الشيء بعزز أول شيء ما بدأ فصل السلطات اللي هو مدماج أساسي بدولة إنون ومؤسسات ما لازم بقى السلطة السياسية بغض النظر من فيها أن كان معارضة أو مويلات هي يكون عندها يعني صلاحية بالتسمية لأن هيدا بطبيعة الحال ببلد مثل لبنان بالوقت الحالي ما بعزز من استقلية القضاء والقضاء هو يعني جزء أساسي من المعركة بمكافحة الفسد صحيح يعني اليوم جوليان هيك اللي هالانتفاضة وهالثورة اللي عم نعيش يمكن هيك أبرز مطلب ورد على لسان الكثيرين من الموجودين اليوم هو أنون استعادة الأموال المنهوبة وإذا هيك بدنا نرجع على هيك قراءة لهالأنون اليوم شو بيتضمن ومنين هالأموال المنهوبة حتى أنه ما بعرف يعني أنه أدي هيك ممكن فعلا أنه كمان يكون هالأنون عم بعزز الشفافية ومكافحة الفسد أول تحدي بما يتعلق بهذا الموضوع هو أنه فيك مشروعي قانون مادمي مش مشروع قانون واحد فيه اختلافات بيناتهم بشكل عام شو الموضوع بين عمل اللجنة هي عم ترقب تكون أكتريت عمل الأشخاص المكشوفين سياسيا وتعمل تحقيق اللازم لا تقدر لا تشوف إذا صار فيه حالات فساد إذا فيه أشخاص مكشوفين سياسيا استفادوا من موقعهم لا يديدوا السروة تبعيتهم وعلى أساسها بديوا يقوموا بالتحقيقات اللازمة وفيه إطار بيخلي اللي هو معقد كتير يمكن منه موجود بس بالإنون بده قصص تتبعه مش بس مرسين اتفاقيات حتى لا تقدر تسترجع أي هيد الأموال أنا اللي بدي أقوله أنه أردي يعني هلأ حاليا نحن عم نحكي مع بعض الإطار الإنوني والمؤسساتي فيه الحالة فيه كتير منه الإطراق الغير مشروع أو الإنون 44 مكافحة طبيعي الأموال والتمويل الإرهابي اللي بيحكي كمان عن تهرب الضريبة فيه كتير من المواد الإنونية اليوم بتخلي المؤسسات إذا قدرت تحرك تبلش مسار استعادة الأموال المنهوبة لأنه أصلا إذا بنعتبر نحن ببلد عادي وما فيه أي تدخلات بالقضاء موضوع استعادة أموال المنهوبة منه هايين يعني معقد تقنيا لأنهم أول شي بلك تثبت جرم لتثبت جرم بدي يكون عندك حكم بدي يطلع وعلى أساسها بتبلش يعني حسب بالمسار التراكينج بسمولة تشوف لوين راحت هاي المساري وترجع بدك تتواصل مع الدول المعنية وتعمل اتفاقات معها إذا مش عامل أورادي هاي الاتفاقية وبالتالي مسار بدي ياخد وقت حتى في سرية مصرفية كمان عندما ترفع يعني القنون 44 بيخولها ترفع بهالحالي صحيح ما فيه إشكالية على هاي دا الصعي وبالتالي هيدا ما صار بدو ياخد وقت هيدا بأحسن الحالات نحن اللي عم نقوله مش غلط نركز على هيدول القنونين يمكن حتى فينا نفكر إنه بدل ما نروح بهيدا الاتجاه عبر تعديل قنون الإسراء الغير مشروع نزيد فصل عليه يتعلق بهيدا الموضوع ونزيد كما ونسوت على الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادية لليوم دورة كتير أساسة وبالتالي بصير عندك تقريبا كتير من يعني خلينا نقول المواد أو الأطور اللي فيك تبلش تشتغل على استعادة الأموال منه نعم إذا بدنا نفوت بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واللي لم تشكل بعد وأكيد يعني بيظل هيك واقع رح تكون يعني مثل التوزيعات اللي عم بتصير يعني بمختلف يمكن المحسوبيات أو الأحزاب أو الطوائف اليوم شو المطلوب يعني نكون عم نخطي خطوة تختلف بإنشاء هالهيئة وهل ضروري يعني اليوم هكذا هيئة لا تقدر تكون بها الإطار يعني بعد صدور يعني الأنوان دور الهيئة كتير أساسي بشكل مبسط بالأول في أربع وينين الهيئة مسؤولة عن مراقبة حسن تنفيذهم يعني أنت تشوف قديش مركزيا قديش دورة أوي حق في الوصول إلى المعلومات اليوم في حال عندي هيدا الهيئة ومش عم بيتطبق لأنه هنا في روح تشكة عند الهيئة والموضوع مفروض يعني ضمن خسائصة ويصير بشكل سريع قانون التاني دور كتير أساسي هاي أعامة نتأكد مفروض هاون يعني يمكن يمكن فيك توسع الإطار بس الكضاء هن يمكن ممارسات موجودة على سعيد جسم القضائفية انتخابات هذي أول نقطة النقطة الثانية في موثلين عن نقابة المحامين في موثلين عن نقابة خبراء المحاسبة هؤلاء كمانا أفضل يمكن يتم انتخابهم كمانا عبر إطار معين هذا الشي ما بيعني أنه بين الألات وضحاها رح تغير الأمور بسرعة ولكن هي مكافحة الفساد مثل كل دول العالم نحن ملنا غريبين عن هذا الإطار هو مسار تراكمة بدك تحط حجرة وراء حجرة كأنك عم تعمر بيت لألك بالضايعة مطرح ما أنت بتحب تعود يمكن مش دغرة بتعمره بتاخد شوية وقت بس بالآخر رح توصل للبيت اللي أنت بتحب أنك تعيش فيه نعم جوليان هيك الوقت عم بداهمنا بس بعد عندي ثلاثة أسئلة كتير مهمين السؤال حول اليوم رفض قانون الإعفاء وعفوا قانون العفو العام الإعفاء هي قد ما حكينا بأنه قانون العفو اليوم الشارع يعني وكل المنطفدين عم يرفضوا هيدا القانون لي اليوم شو بيطال إذا هيك فعلا بدنا نفوت فيه هل هو فعلا يعفي من المسئولية به هالجرائم المالية اللي ارتكبت وهل يعني بيحررون خلينا نقول الاحتمال موجود طبعا المشكلة أول مشكلة بتوقيت الإنون يعني نحنا اليوم الناس بالطرقات كانوا متوعين يمكن السلطات السياسية عبر الحكومة ولو مستقيلة أو عبر المجلس النية بتاخد خطوات سريعة تبلش ساهم بمكافحة الفساد على القليلة طبعا إذا أنا بدي كافح الفساد ما ببلش بعفو هلأ لالبض أنه نذكر أنه يمكن في كتير من الناس اليوم حقهم يمكن يطلعون عفو ما نظرا لتأثير نظام القضاء وكل هالأمور بس أنا بدل ما أروح على العفو يمكن بيجي بيطلع قرار بخلي الكضاء والمحاكم تعمل شغل استثنائي بفترة قصيرة لتحل هذه الملفات العلانة إذا اعتبرنا ما بدي روح على قانون هلأ بالقانون في يعني عدة الجرائم اللي الجرائم اللي هي لا لا يشملها العفو بس نحنا المنخاف منه يصير التفسير تاريخ الحديث باللبنان ما بشجع على سعيد التفسير ممكن نوصل يمكن على سعيد يمكن للإعفاء الضريبة ببعض المطارح نوصل نعمل عفو عبر التطبيق وبالتالي الأخطر هون مش بس قصية المساواة بين المواطنين ويعني كل هالأمور يمكن ترتبط أكتر بحقوق الإنسان والإدارة المجتمع نخفف من إيرادات الدولة نحنا اليوم شو مشكلتنا الأساسية وكل الناس عم تعاني مننا والمصارف اليوم عم يعاني مننا هي قصية إيرادات بشكل عام ولاش أنا بدي روح ولو عم بروح على أنون فيه احتمال بتطبيقه يخفف من الإيرادات اللي نحنا الدولة اليوم بأمس الحاجة لأله نعم فهذه النقطة كتير أساسية عم ندوي عليها أنه فعلا إذا نحنا بنا نكافح الفساد يمكن مش بالضرورة الأولوية هي عفو عام نعم كمان يعني اليوم بيظل هيك هالوضع وهالانتفاضة الكل عم يرجع هيك يعيد الكراءة ويمكن يقول أنه السبب هو ربنا إلى النفط والغاز والبيترول وهيك كنت عم بقرة كمان يعني شي حادثة ما صارت مع أحدا الرؤساء الجمهورية لما أجوا ألولوا في عنا بيترول قالوا نضبوها الملف لأنه عارف كنت رح تشتعل الحرب نتيجة هالقطاع اللي ممكن أنه يكون أكيد عم بيدر الأموال أدي اليوم فينا نقارب هالموضوع وفعلا أنه هو بعرفك أنت متخصص بهالقطاع أدي يعني ممكن أنه اليوم ممكن هيك اللي عم نشهد وهو إعادة لموضوع فيك طيب أوضوع هو لشك أنه يعني أحد خلينا نقول الخبراء العالميين اسمه دانيال يارجين كاتب عدة كتب عن موضوع الغاز والنفط والجيوبوليتكس فيه بقلك الكتاع الغاز والنفط هو 10% اقتصاد 9% وهو حدا يعني خبير دولي لا شك أنه السياسة والجيوبوليتك وكل هالأمور عندها دور بموضوع يعني الغاز والنفط خاصة على سعيد الأسواء والتموضوع الجيوستراتيجي تبع الدولة اللي ممكن يكون عندها غاز ونفط ممكن يكون عندها غاز ونفط وهي يون النقطة الأساسية ممكن يعني بعد نحنا اليوم بعد ما أثبتنا نحنا بلش العمل على هذا الموضوع رح يبلش أول بير حفر يا شهر الجي يا اللي بعده عبر الكونسورتيوم المألف من ثلاث شركات دولية اليوم بالبلوك رقم أربعة هذا الحفر بخلينا بعد فترة يمكن نعمل اكتشاف هذا الاكتشاف بده يتم تقييمه على صعيد هذا الاكتشاف بده نشوف إذا التقييم تجاري أو لا يعني اليوم الشركات منها جمعيات خيرية يوم الشركات هدفها تربح وبالتالي الاكتشاف اللي تعمله فيه تقييم بده يصير بعد التقييم قبل ما نبلش باستخراج استخراج ونحط كل هالبلاتفون ونبلش نستخرج بدنا نعمل العقد التجاري يعني نحنا اوكي رح يكون عنا بالمبدأ غاز أو نفط بس لأوين باوين دا نستعمله بالمبدأ مفروض أول مرحلة الدولة اللبنانية هي تكون عم تاخد هالحصة لتحول كتاعة طاقة بالمبدأ حسب ما يعني عم نسمع أو عم نقرب بعض المطارح لتحول كتاعة طاقة على الغاز الطبيعي يصير لعدة أسباب يعني أرخاص وأفضل للبيئة أو بدأ تصدير هون كمينة تصدير تأمن السوق موضوع كبير منه هاي لأن نحنا يعني موقعنا منه كثير مساعد أو يمكن يكون مساعد يعني حسب هون الدولة اللبنانية والفرص اللي هي بتقدير تخذها ومن بعد هيدا المرحلة يعني هلأ كل هيدا اللي قلته بأحسن التقديرات بأحسن التقديرات إذا التأس كان حلو طول الوقت مش قبل أربع خمس سنين هيدا بأحسن التقديرات وبالي يمكن أبعد هي 8-9 سنين لنبلش نأمن شوية مدخول للدولة اللبنانية لأنه أصلا أول فترة الشركات لما تبيع بتبلش تسترد التكلفة تبعها وبالتالي يعني ما نتوقع أهم شغلة بإدارة حيلة كتاع غاز النفط بالعالم من أحد الأمور الأساسية هي إدارة التوقعات يعني ما لازم نحنا اليوم نتكل أبدا على كتاع غاز النفط غير أنه مأخرين الإرادات تبعوله عنا كل المكومات الداخلية يعني التأس الداخلي والخارج صحيح يعني المتوقع وغير متوقع وأوقات غائم جزئية على أمل أن لا تكون هناك ثلوج وإذا كان ثلوج من بعد رح يجي التأس الحلو يعني بكل أحوال دائما منتأمل نحنا ولاد الرجا يعني دائما منتأمل ونكون دائما حتى لو قطعنا بتلجة وقطعنا بعاصفة يرجع يتحسن التأس جوليان كورس هو المدير التنفيذي لجمعية لبنانية لتعزيز الشف في لفساد أنا أشرك اليوم على هذه الإضاءة على هيك رجعنا قربنا أيضا هالموضوع بأدوات قانونية دجا موجودة فينا نبتدي فيها وبكل المشاريع والاقتراحات اللي عم تشتغلوا عليك أيضا كمجتمع مدني اليوم بمواكبة للعمل التشريعي وللرقابة والمحاسبة أهلا وسهلا فيه ودايما متلما تعودنا على الموعد سوا على الموعد أهلا وسهلا شكرا أعزينا المشاهدين لليوم التلاتة مع كل ضيوفنا بمختلف الفقرات والمواضيع اللي تنوليها على أمل أن تكون لتأعجبكن أنا بودعكن ودايما على الموعد من التنين للجمعة إلى اللقاء موسيقى